لماذا شريع الصيام؟ وما هي ثمراته؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فالصيام تزكية للنفوس الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات فهو من أكبر العون على التقوى وهو جهاد للنفس يضبط طباعها ويكبح جمحها قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم وفيه مقاطعة لما تعود عليه الإنسان من العهدات القبيحة والخصال المحرمة قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذيب والمأثم ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء وفيه ترويض للنفس على فعل الخير من صدقة وصلاة وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الطاعات وفيه تربية على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ففي الجنة يقال للصائمين أكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اشتركوا في القناة